من الصعب الحكم على حكومة السوداني هل هي تكرار لما سبق أم هي قفزة جديدة أو حقبة جديدة في تاريخ العراق المعقد من 2003 إلى حد هذه اللحظة الاستباق أعتقد ليس موضوعيا وينبغي الانتظار إلى حد ما ولكن الشيء الذي لا يمكن نكرانه ومن الصعب إخفاله هو إلى أن الحكومة ستواجه تحديات كبيرة ومن أبرز هذه التحديات هي العلاصر والقوى التي جاءت بالسعيد السوداني إلى دفة الحكم وهو تحدي ليس جديد من نوعه لأن الحكومات السابقة رؤساء الوزراء إنما عانوا من داخل تشكيلتهم الوزارية ومن داخل حتى تحالفاتهم صعوبات تحول دون المضي إلى الأمام في المشاريع وفي المنهج الذي اختطه رئيس الوزراء المنتخب ففي الحقيقة القضية لا تعتمد فقط على مشاكل خارجية أو مشاكل بنيوية تتعلق بمثال النفط والغاز مع حكومة الإقليم تتعلق بقضايا الجديدة القضية الخطيرة الآن اللي موجودة الآن وهو قضية انخفاض إنتاج النفط الذي هو قرار أوبيك والذي أعلن الحراق أنه لا يلتزم به من خلال تصريحة وتصريحين خلال قضية الأمن وهناك معلومات دقيقة ومؤكدة إلى أن داعش الآن تعشحش بشكل مركزي في داخل ديالة وفي بحر محيط بغدادي أكثر من هذا إنما لعله التحدي الداخلي قد يكون أخطر من التحدي الخارج ولذلك من الصعب الحكم على حكومة السيد السوداني بإعادة حكومة السيد السوداني بأي عنوان من العناوين الصالحة والواضحة